عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشيا تحت عنوان مصر تختار رئيسها انتلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية نقش الصالون عددا من المحاور منها أولى خطوات الحملات مع بدء العملية الانتخابية والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بكل مرشح وخطة التحرك خلل الفترة المقبلة بالإضافة إلى وسائل الترويج التي تعتمد عليها حملة المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية الحملة الرسمية للمرشح للرئاسة على فتاح السيسية حملة منفتحة على الجميع منفتحة على جميع القوى السياسية والحزبية والكينات الشبابية منفتحة على جميع الكينات الوطنية المصرية وده ظهر بوضوح في اختيار هيئة مكتب الحملة الرسمية اللي كان بيضم مجموعة من الأحزاب والكينات السياسية والكينات الشبابية والمؤسسات الوطنية اللي هي مهتمة بالعمل العام الحملة سريعا أهم ما يميزها هو الشباب تواجد الشباب احنا الحملة يعني خلانا أتكلم عن نفسنا شوية احنا أكتر حملة في اعتقادي بيخرج منها شباب بيتحدث عنها شباب في صدارة المشهد شباب المتحدث الرسمي أو الاثنين المتحدثين الرسميين من الشباب منهم زامرتنا أميرة عصابر أو التنسيقية المتحدثين اللي بيظهروا في الإعلام بشكل دائم أغلبهم من الشباب المؤتمر اللي عرضنا فيه برنامجنا الانتخابي البرنامج اللي عرض الأربع ملفات فيهم من الشباب منسئين كل ملف من ملفات البرنامج وهم من الشباب اللي كتبوا أكتر من ثمانين تسعين في المائة من البرنامج هم من الشباب الشباب هم قوة أساسية في حملة الدكتور عبد السند يماما واحنا بناخد قوتنا من شيوخ الوفد لحملة الدكتور عبد السند يماما فيها تنوع مختلف من شيوخ الوفد ومن أعضاء الهيئة العليا ومن السادة نواب الحزب دعونا أقولك كمان أننا لدينا 27 لجنة شباب على المستوى الجمهورية جميعهم متصلين باللجنة المركزية للحملة الانتخابية متشرفين على الدعاء الانتخابية متشرفين على تجهيز المؤتمرات على البيانات الإعلامية حتى الشباب الموجودين في المركز الإعلامي فهم من شباب البافد اتبعت الحملة مصار غير تقليدي في الدعاية من خلال أدة مراحل أول مرحلة طبعا الدعاية في الميادين والشوارع ده ابتدناها عن طريق اللوحات المضيئة والفتاة والملصقات الوراقية وبعد كده ابتدنا نشتغل على عملنا خطة على المنصات التواصل الاجتماعي طبعا ابتدنا الأول بصفحة المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي حازم المهندس حازم عمر وصفحة الحزب الشعب الجمهور